يصادف 12 من أبريل اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء إحياء للذكرى التاريخية لعام 1961 الذكرى التي أصبح فيها رائد الفضاء السوفيتي يوري جاغارين أول شخص يدخل إلى الفضاء ما فتح الطريق حتى هذه اللحظة لاستكشاف الفضاء من أجل صالح البشرية جمع وحتى الآن تمكنت ثلاث دول فقط وهي روسيا والولايات المتحدة والصين من إرسال روادي فضاء بشكل مستقل على الرغم من أن الصين بدأت متأخرة لأن وجودها بات محسوسا على نحو متزايد وابتداء من عام 1992 تبنى برنامج الفضاء المأهول الصيني نهجا من ثلاث خطوات بشأن بناء موقع استيطاني دائم في المدار وفي عام 2003 أصبح يانج لي وي أول صيني في الفضاء على متن سفينة شنجو خمسة وحتى الآن أرسلت الصين عشرين رائد فضاء وستصبح محطة الفضاء تيانجون الصينية أكثر انشغالا باستكشاف علوم وتكنولوجيا الفضاء في السنوات المقبلة في حين تعمل الصين بنشاط على تعزيز تعاون الدولي ترجمة نانسي قنقر